الدرس رقم 34 الجمع والطرح الجمع والطرح ما هو عدف هذا الدرس؟ إضافة أو طرح عدد مكتوب من رقمين مثلا 29 مكتوب من رقمين 34 مكتوب من رقمين 27 زي 34 كم تساوي؟ 34 نقص 29 كم تساوي؟ هذا معنى إضافة أو جمع عدد مكتوب من رقمين مكتوب من رقمين جمعناهما وطرحناهما بالنسبة للدرس بالنسبة للدرس في تعلمته لطرح عدد مكتوب من رقمين لطرح عدد مكتوب من رقمين يمكن أن أستعمل الطرح بطريقة الجمع ما معنى الطرح بطريقة الجمع؟ هذا المعنى قلناه من صادقا هذا هو المعنى في الصفحة في الصفحة في الصفحة 13 في الصفحة 13 قلناه 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 وكان اسمها طريقة ألمن ألمن عندما أراد أن يحسب 54 نقص 7 ماذا فعله؟ حول الطرح إلى جمع فماذا قال؟ سبعة وظيف لها ماذا حتى أحصل على 54 وفي الصفحة وفي الصفحة 13 قلناه أحول الطرح إلى جمع إذن أحول الطرح إلى جمع هذا عمل سابق عملناه سابقا هو يعطي عملي الطرح وأنا أحول الطرح إلى جمع هذا قلناه في الصفحة 13 والصفحة 13 في مقابلها الصفحة 7 في التمارين حتى في التمارين أنجزنا التمارين معناه 13 وكتاب التمارين صفحة 7 اعتماداً على ما قلناه سنواصل سنبدأ بالحساب الذهلي تحويل وحدات كتب 1 كيلو جرام كم فيه من جرام؟ 1 كيلو جرام فيه 1000 جرام وخمسة كيلو جرام 5 كيلو جرام فيه 50 جرام جرام و 10 كيلو جرام 10 أليس جرام و 100 كيلو جرام 100 الفكرة سهلة كما قلنا في الدروس السابقة 100 كيلو جرام كلمة كيلو تقول مكانها 1000 فماذا تصبح 100 ألف جرام 100 ألف جرام نختار مثال آخر سبعين كيلو جرام سبعين كيلو جرام كم فيها من جرام سبعين ألف جرام سبعين كيلو جرام سبعين ألف جرام 19 10 كيلو جرام 16 ألف جرام 36 كيلو جرام 36 ألف جرام الفكرة أن كلمة كيلو تجعل مكانها 1000 فقط اكتشفوا اقرأ هنا تعالى اسعد الصبر اقرأ هنا بعد سيام بعد سيام 19 أيام من شهر رمضان أراد السيام ومن يم حساب العدد الأيام المتبقية للاحتفال بعيد الفترة أقرأ هنا على كراتك نعم 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 30 نقص 19 30 نقص 19 30 نقص 19 تساوي 30 نقص 10 نقص 9 30 نقص 10 كم تساوي كم تساوي 20 نقص 10 10 زائد واحد 11 20 نقص 9 كم تساوي استعمل هذا المخطط لتجد عدد الأيام متبقية 30 19 وضيف لها واحد 20 ومن 20 إلى 30 عشرة من 19 إلى 20 هناك واحد ومن 20 إلى 3 هناك عشرة من 19 إلى 3 هناك من 19 إلى 3 هناك 11 11 إذن نحب معي هنا 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 3 2 3 4 5 5 6 6 7 10 10 9 8 9 9 10 10 كم باقية أرادت سياب حساب عدد الأيام متبقي لاحتفال بألف فتح 19 يوم 19 يوم أنهيناه نحسب الآن واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة وصف أربعة خمسة ستة تابعة تمني تسعة عشر احدى عشر احدى عشر يوم نصوم اليوم الثلاثين فيكون احدى عشر يوم اذا صمنا 19 يوم 19 هي هذه 19 هي هذه بعد السيوم 19 يوم صمنا 19 يوم ماذا نصوم ماذا باقية واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احدى عشر يوم نصوم اليوم رقم ثلاثون ثم نستقبل ادفع هذه هي فكرة اصنع اذا المريم كيف حسبت 30 نقص 19 ساعة عشر فكتها التفكيك النموذجي نقص نقص 19 هو نقص عشر نقص 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 عشرة سهلة اذا سبعة وثلاثون نقص خمسة عشر خمسة نفكيك ونفكيك نموذجي نقص 15 نقص 10 نقص 5 وسبعة وثلاثون نقص عشرة سهلة اي عدد نقص منه عشرة سهلة 27 وسبعة نقص خمسة اثنان معنت اثنو عشرون والمثلوب العملية الثانية بطريقة سهلة 48 نقص عشرون واصل مع سهلة ونحاول ان نفهم طريقة حوارها ولهذا سنجري حوار معها لنعرف كيف تفكر سهلة وكيف حولت 80 نقص 19 إلى 19 زائد عدد تسوي 30 ماذا كان عندها وكيف تصرفت وكيف فكرت كل هذا سنسأل عنه سهل ولهذا التقينا مع سهل واجرينا معها هذا الحوار اهلا يا سهل كيف حالك وكيف هي الامور مع الرياضيات لقد سمعت بانجازات في الرياضيات وسمعت بانك تفكرين بطريقة الطرح إلى جمع وتحولين الطرح إلى جمع عندي عشر نقص ثلاثة سبعة كيف تحولينها أنت إلى جمع هذا طرح كيف تحولينه إلى جمع وحاولي الطرح إلى جمع نعم عشر سبعة زائد ثلاث وكيف ذلك الثلاثة تغير الجهة تغير الثلاثة الثلاثة تغير الجهة معناها كانت في اليسار وهنا ناقص تصبح في اليمين وتصبح زائد هل هذا صحيح؟ نعم شكرا يا إذن من 19 إلى 20 هناك واحد من 20 إلى 30 هناك عشرة ومن 19 إلى 30 هناك 11 يوم في الحقيقة السهام فعلت أمرين فعلت أمرين المشكلة التي تجيبنا عنها السهام هي أن هناك مشكلة وجود عملية الطرح السهام لا تحب عملية الطرح وعندما سألناها قلنا لها كيف تحولين القرح إلى جمع أعطتنا مثال قالت لنا مثلا أعطينا نحن مثال قلنا لها هناك عملية الطرح حوليها أنت إلى جمع هذه عملية الطرح يا سهام حوليها إلى جمع فماذا قالت لنا؟ قالت لنا المساوات هنا على يامينها سبعة وعلى يصالها العشرة والثلاثة ماذا تفعل سهام؟ هذه الثلاثة تنقلها إلى الطرف الآخر وعندما وتغير المعقص زائد هذه الثلاثة تنقلها إلى الطرف الآخر وتحول الطرح إلى جمع فماذا تصبح؟ تصبح عشرة وهذه تنتقل إلى هناك تصبح زائد هذا طرح أصبح جمع والسبعة تبقى في مكانها والعشرة تبقى في مكانها والثلاثة تتحول إذن هذا طرح أصبح جمع هذا طرح حولته سهام إلى جمع سهام نعطيها مثال آخر نعطيها مثال آخر مثلا نقول لها هذه العملية ثلاثون نقص تسعة عشر كم تساوي؟ كم تساوي؟ فماذا تقول؟ فماذا تقول؟ تقول أن هناك عملية طرح وأنا لا أحب الطرح أجعلها جمع سهام تحول الطرح إلى جمع فماذا تفعل؟ تقول لنا ثلاثون نقص تسعة عشر تساوي ماذا؟ نقول لها نعم فماذا تقول هي؟ تقول أن تسعة عشر تنتقل إلى الطرف الآخر وتحول الطرح إلى جمع مثل ما الثلاثة هنا الثلاثة انتقلت إلى الطرف الآخر وكانت نقص أصبحت سائد كان الطرح أصبحت زائد كان الطرح تحول إلى جمع إذن هنا الثلاثون تبقى على حالها والتسعة عشر تنتقل وهذا المجهوم يبقى هنا الآن ثلاثون تساوي أو هذه تساوي هذه نفس الشيء نعكسها هذا زائد هذا يساوي ثلاثون وتسعة عشر زائد عدد هو نفسه عدد زائد تسعة عشر نستطيع هنا التبديل ونصل إلى ما كنا نريد ساعة عشر زائد ماذا تساوي ثلاثون الجواب نتأمله ساعة عشر هنا ساعة عشر بالإتمام إلى العشرة الموالية تساوي عشرون والعشرون زائد عشرة ساوي ثلاثون إذن من تسعة عشر إلى عشرون كم يوجد يوجد واحد ومن عشرون إلى ثلاثون كم يوجد يوجد عشرة الواحد زائد عشرة كم يساوي يساوي إحدى عشر إذن ما هي المسافة بين تسعة عشر وثلاثون هي إحدى عشر إذن ماذا تقول فيها؟ تقول لقد وجدت العدد تسعة عشر زائد إحدى عشر تساوي ثلاثون معناه ثلاثون نقص تسعة عشر تساوي إحدى عشر الخلاصة عندي سؤال كم يوجد سأسألك ثلاثون نقص تسعة عشر تساوي ماذا؟ ثلاثون عندما أتأخر بتسعة عشر ماذا أجد؟ ثلاثون بكم أتأخر حتى أجد تسعة عشر؟ ثلاثون نقص تسعة عشر تساوي ماذا؟ ساعة عشر زائد ماذا تساوي ثلاثون؟ فهمت معناه أنا أسألك ثلاثون نقص تسعة عشر تساوي ماذا؟ وأنت تسألين لي ساعة عشر زائد ماذا تساوي ثلاثون؟ هذا الذي مسميه تحويل الفرق إلى جمع تحويل الطرح إلى جمع وهذه هي طريقة سهام سهام تسألها ثلاثون نقص تسعة عشر تساوي ماذا؟ وسهام ترد لك السؤال بسؤال آخر تقول لك تسعة عشر زائد ماذا؟ تساوي ثلاثون ورأينا طريقة التفكير هنا ثلاثون نقص تسعة عشر تساوي ماذا؟ ساعة عشر تنتقل إلى الطرف الآخر وتحول الإشارة ثم ثلاثون تساوي هذا المقدار ولا هذا المقدار تساوي ثلاثون ثم هنا الأمور تجمع عملية تبدلية ثم نقول تسعة عشر زائد ماذا تساوي ثلاثون فأنا نجد تسعة عشر زائد احدى عشر تساوي ثلاثون وهذه الاحدى عشر كل واحد كيف يحسبها؟ مثلا السهام هنا تبدأ بالإتمام إلى العشرة الموالية ثم تضيف العشرات هذه طريقة السهام ونتذكر المثال هذا خلاصة الدرس خلاصة الدرس هي هذه هذه الخلاصة هذه الخلاصة خلاصة الدرس هذه ثلاثة تنتقل إلى الطرف الآخر وتغير الإشارة هذا الذي نسميه تحول الطرح إلى جمع انجزوا انجز العملية الأولى بطريقة مين والعملية الثانية بطريقة سهام نبدأ بالعملية الأولى سبعة وثلاثون نقص خمسة عشر بطريقة مين كيف حسبت ثلاثون نقص تسعة عشر ثلاثون تركتها على حالها تسعة عشر تلكيك مني لجي نقص تسعة عشر نقص عشر نقص تسعة أصدحت كلها عشرات عشرات نقص عشرات ثم عشرون نقص تسعة تلسل إحدى عشر نفس الشيء هنا سبعة وثناثون نقص خمسة عشر أترك العدل الأول على حاله نقص خمسة عشر اجعل نقص خمسة عشر نقص عشر نقص خمسة سبعة وثناثون نقص عشر سهلة هي سبعة وعشرون والخمسة تترك على حالها سبعة نقص خمسة اثنان عشرون سبعة وعشرون نقص خمسة اثنان وعشرون بالنسبة لطلقة سهام مع ثمانية وأربعون نقص عشرون نتذكر ماذا فعلت سهام عندما تسأل سهام عن الفرق تقولها ثلاثون نقص عشر تقولها ثلاثون نقص عشر كيف تفكر هي كيف تفكر تقول لك هذا عملية فرق يحولها إلى عملية جمع فتقول لك فتقول لك سعة عشر ماذا تتعلم ثلاثون إذن أول شيء تحول الطرح إلى جمع ثاني شيء كيف تنتقل من سعة عشر إلى ثلاثون هي عندما تسألها تفكر في أمرين أول أمر تحول الطرح إلى جمع لتفكر في أمرين ترجمة بمرحلتين المرحلة الأولى تحول الطرح إلى جمع والمرحلة الثانية تفكر سعة عشر كيف تصل إلى ثلاثون سعة عشر تصل إلى تستخدم العشرة الموالية العشرة الموالية من 19 من هي المضاعفات العشرة التي أمامها هي العشرون من العشرة الموالية فتقول 19 زائد واحد سوى العشرون والعشرون زائد عشرة سوى ثلاث الآن العدد الذي نبحث عنه هو 11 بنفس الطريقة عندما يسأله عن 48 نقص عشرون نقول لها 48 نقص عشرون فتقول لنا عشرون زائد ماذا تسوي 48 عشرون تنتقى إلى الطرف الآخر وتغير الإشارة وتصبح المجهول زائد عشرون المجهول زائد عشرون للتفكير الأول التفكير الثاني كيف تصل من عشرين إلى ثمانية وأربعون تستخدم مضاعفات العشرة من عشرين إلى أربعين هي عشرون ثم المتنم إلى العشرة ثمانية أربعون زائد ثمانية سوى ثمانية وأربعون إذن المسافة من عشرون إلى ثمانية وأربعون هي ثمانية وأربعون رقم ثمين تشترك الأم ثلاثين حبة بيض هذا البيض أصلاً تسوي ثلاثون والتي عبر نأ יודע لعنى 30 1 2 3 4 5 6 6 ثمانية وأرزام 30 المهم أن هذه العلبة فيها ثلاثون حبة بيض صنعت 6 منها كعكا صنعت 6 منها كعكا 6 هذا 1 2 3 4 5 واستعمل الثمانية في تحضير أكلات مختلفة واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية احسب عدد كل حبات البيض التي استعملتها الأم استعملت ستة زائد ثمانية حبات البيض التي استعملت الأم ستة زائد ثمانية تغير Cecilia 14 احسب عدد حبات البيض المتبقية مستعملا الطرح بطريقة الجمع الطرح عن طريقة الجمع معناه نحسب ثلاثون نقص 14 حبات البيض التي استعملتها 14 المتبقية suggestion 30 نقص 14 نقص 14 تذهب إلى الجنة الأخرى وتغير الإشارة فتصبح ماذا؟ نقص 14 تذهب إلى الجهة الأخرى نقص 14 14 زائد ماذا تسوي ثلاثون 14 زائد ماذا؟ 14 زائد 6 سوي 20 وزائد 10 سوي ثلاثون 14 زائد 6 سوي 20 وزائد 10 سوي ثلاثون إذن الحبات المتبقية حبات المتبقية هي 16 بيضا ماذا تعلمنا لطرح عدد مكامل من رقمين يمكن أن أستعمل الطرحة بطريقة الجمع مثال لحساب 83 نقص 83 83 نقص 33 تسوي ماذا؟ أبحث عن عدد الذي أضيفه إلى 33 تسوي ثمانية وثمانية إلى الناحل هنا نقص 33 تذهب إلى الجهة الأخرى تصبح زائد 33 وتصبح 33 زائد 50 تسوي 83 والتحقق هو هذا يمكن أن نشرح هذه أكثر وهو قال بحساب 83 نقص 33 83 نقص ماذا؟ تسوي 33 نحن نقول 33 زائد ماذا؟ تسوي 83 0 83 وقت 96 7 3 83 83 عدد 100 كل مرأة 2 3 4 5 معنى 50 فكرة ما هي؟ في فكره إذن 33 نقص 83 نقص 83 نقص 8 لحظ 83 الثلاثة وثمانون في مكانهم وهذا الأدب الذي نبحث عنه المجهول في مكانهم لاحظ هنا ماذا تغير؟ كانت هنا نقص ثلاثة وثلاثون أصبحت هنا ثلاثة وثلاثون ماذا نقول؟ نقول أن الثلاثة وثلاثون انتقلت إلى الطرف الآخر وغيرت إشارتها حولت الطاح إلى جمل ثم نبحث 33 ماذا أضيف لها حتى أحصل على 33 و 8 وجدنا أنها 5 إذن فكرة كلها هنا إذن نشرح الفكرة كوفي كوفي هذه ماذا نفعل ننسى كل هذا نركز على هذه ماذا نفعل ننقل 33 إلى الطرف الآخر ونغير إشارتها فنجعلها زائد فقط 33 زائد ماذا سنجد العدد 33 زائد 50 سنجد العدد ينتهي سبحاني وخمسة ترجمة نانسي قنقر